خيب الله أظن اليوم نطبخ الهيكل العظمي ها سامي جاهز؟ جاهز تابعوا البول يلا اسم الله الفكرة نأخذ اللحم ممتاز والدجاج مفروم نحن نصل حزين الكباب لكن بدل ما نضعه بسياخ كباب نحن نضعه نحن نلبسه هنا يصير لحم مفروم لحم ودجاج هذا اللي نتوقع أنه بتغبض نحن نشيل نصهم نحن نشيل واحد وخلي واحد نشيل واحد وخلي واحد لن نأخذ راحتنا هذا سوناه تست الآن شبتوا كيف بعد ما شدنا الأطراف اليمين واللي ساب الآن نقدر نضبط الكباب على راحتنا خلقكم معا خنزب الثاني ها تدري ليش ليه؟ يوم كسرنا الضلوع اختر للتوازن كل ما أثبت شيء يفلت من شيء طيب هذه المشكلة الحل نشتغل على واحد وخلص واحد يكفي طب خنحط الدجاج فوق يعني من باب التسليق هذا من بحرنا لا يا شيخ دجاج بكرا نصمي كباب نضبط باتر نعم يالله هذا الضبط تمام الحمد الله كافوا كافوا ماذا؟ يالله الآن نستعرضه بس أصبروا إن هذه بسم الله بسم الله شيء شيء يا سامي ها 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 بسم الله ما رأيك؟ لذلك حنما نحن نطوليين سنضع ربع ساعة يمكن يالله بسم الله سامي ترى نجعانين يا سامي بسم الله ها 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 استبدعتك الله الذي لا تضيع وداع حاشم دي رقاص طيب ربع ساعة ها احسب ربع ساعة ربع ساعي ونشوف عبدالله يا هلا والله متفاعل خير اشوفك والله انا متفاعل خير ونفس الوقت ايدي على قط انا اقول لك انا توقع بتيجي الاضلاع متقطع كذا طايحة على بعضها لا بتطيح يعني؟ ايه معا ندري هذا تحط ليه؟ وشال نية؟ تحط اللحم فوق هنا اه القفص القفص الهيكل الهيكل العظمي اللحم اللحمي طيب نزبط خس ثم الباقي من الفلفل اللي حطيناه هناك هو شغل سامته نقول فيه حرام فيه عندنا قطع اخذنا منها وبقى لها زوايد فنصلحها مثل السلطة كذا كلها كلها مستفيد منها توقع والله توقعاتك والله اه انا توقع انه قال كذا طائح انا زي جزمي دام الدعوة فيه رطوبة اذا كان على الصيخ وضعي خطر لا هي شف هي بالاسياخ ما راح يجي شي ماشالله 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 تبارك الله تبارك الله خيب الله ظني الحمد الله يلا يلا شيء طيف الله نايس بسم الله ماشالله 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 خبز يا عبد انا الله يحلو شوف الكفتة انا بغى كفتة بالفلفلة وشاخذ رحي نيهن هادي ومفلفل ها باده جاء مش كنا ما ما احبهه يا اخي مندي كذا انا بدي مشوش شديد بديد بديد باده جاء كذا اه بجرب يا خنا حبه مقلي يحبه مشوش بجرب بجرب مازل عليه الزيت والكفتة هذا اللي بيصير زيني هذا ممتاز بعد ماشالله جرب جرب الاستواء من داخل من خل شايف كيف يعني شيء الله كيف شاهزة شكرا ابو عبدالله اليوم قصة نجاح جميلة والله عدا من انجح القصص اللي صارت في العرين لاننا متوقعين انتخيب انا متوقعين انتخيب انا متوقعين انتكسر كده انا متوقعين انتكسر انا متوقعين انتطيح لكن ماشالله تجربة راجحة ونصوي تجربة الدجاج بإذن الله ايه الدجاجي بينا يوم بإذن الله شكرا لكم باتكم العافية